وإلى آخر الأخبار حيث أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40476 شهيد أغلبيته من الأطفال والنساء وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 93647 منذ بدء العدوان مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد 41 مواطنا وإصابت 113 آخرين خلال الساعة الماضية